في الفيديوهات السابقة تعلمتم أنه بإمكانكم أخذ دالة ذات مدخلين وإيجاد المستوى المماس لمنحناها وذلك من خلال تحديد نقطة إدخال على المنحنة ولتكن X0Y0 وتحديد موقعها على المنحنة كما كان عليكم إيجاد دالة جديدة L أو LF التي تمثل المستوى المماس الذي يمر في تلك النقطة وكما قلنا الدالة L أو LF هي دالة لX وY وعليكم تمثيلها بيانياً للحصول على المستوى المماس المطلوب تسمى هذه العملية أحياناً باسم التقريب الخطي المحلي المقصود بكلمة محلي هو أن التركيز منصب على نقطة إدخال معينة وفي هذه الحالة النقطة X0Y0 والفكرة من التقريب الخطي هي تقريب الدالة إلى قيمة أبسط أو قيمة خطية وفي الحقيقة فالمستويات المماسة في الفضاء الثلاثي الأبعاد وحدها ليست بالأمر المهم بل الفائدة منها هي أنها طريقة جيدة لتقريب الدوال التي تكون شديدة التعقيد إلى شيء أسهل وأبسط مثل دالة مشتقاتها الجزئية ثابتة والهدف من هذا الفيديو هو توضيح الطريقة التي يمكن من خلالها كتابة التقريب الخطي المحلي باستخدام المتجهات أو في صورة متجه فهذه الصورة يسهل تذكرها كما أنها ستكون عامة أي أنها تنطبق على الدوال التي تحتوي على مدخلات تزيد عن اثنين كالتي لديكم لإيجاد التقريب الخطي المحلي عليكم أولاً إيجاد المشتقة الجزئية لأف بالنسبة إلى أكس وللاختصار يمكن التعبير عنها بأف مع حرف أكس صغير إلى يمينها وعليكم حساب هذه المشتقة عند أكس صفر وي صفر وهي النقطة التي تريدون إيجاد التقريب عندها بعد ذلك عليكم ضرب المشتقة في أكس الناقص القيمة الثابتة وهي أكس صفر كما ترون المتغير الوحيد حتى الآن هو أكس أما البقية فجميعها ثوابت بعد ذلك عليكم القيام بالأمر نفسه بالنسبة إلى Y أي عليكم إيجاد المشتقة الجزئية نسبة إلى Y ثم حساب قيمتها عند نقطة الإدخال السابقة أي النقطة التي يتم إجراء التقريب عندها وضربها في Y ناقص Y صفر الهدف من ترتيب الحدود بهذا الشكل هو لأنكم عند حساب الدالة عند نقطة الإدخال سوف تكون نتيجة هذا الحد تساوي صفرا وكذلك هو الحال مع هذا الحد بعد القيام بذلك يتبقى عليكم إضافة القيمة التي تمثلها الدالة عند تلك النقطة وهذا يعمل على جعل التقريب يساوي الدالة نفسها عند تلك النقطة ما المقصود بكلمة خطي؟ على الرغم من أن هذه الدالة لا تعتبر دالة خطية حقاً إلا أن البعض قد يسميها خطية لأن هذا الحد الذي يحتوي على X ليس معقداً فهو مضروب في قيمة ثابتة وهذا كل ما في الأمر وكذلك هو حال الحد الذي يحتوي على Y وكما ترون المتغيرات ليست مرفوعة إلى أس معين ولا يوجد فيها جذور تربيعية أو ما شابه وعلى الرغم من وجود معنى آخر للخطية إلا أن ما يقصد بها في هذا السياق هو أن كل متغير مضروب في ثابت عليكم الآن التعبير عن كل ما هو مكتوب هنا باستخدام المتجهات ولكن ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بذلك؟ أولاً عليكم التعامل مع المدخلات على أنها كمية متجهة كما تشاهدون أمامكم بمعنى آخر هناك متجه عناصره هي المدخلات التي لديكم في معادلة الدالة الخطية وعادة ما يرمز لهذا المتجه بحرف X غامق من المهم أيضاً أن لا تنسوا أننا نرمز لأحد عناصر المتجه بX أيضاً ولهذا السبب يجب كتابة الرمز X المستخدم للتعبير عن المتجه بالغامق وبالمثل عليكم تسمية نقطة الإدخال التي ستقومون بالتقريب عندها بX0 وهذه المرة عليكم أيضاً جعل الأكس أكبر وأغمق X0 الغامق هو المتجه الذي يحتوي على رقمين وهما X0 وY0 ولو كانت الدالة تحتوي على عدد أكبر من المدخلات فكل ما عليكم فعله هو كتابة كل المدخلات في المتجه ألقوا نظر الآن على أول حدين من حدود التقريب الخطي يمكنكم التعامل معهما على أنهما حاصلوا الضرب النقطي ويمكنكم كتابة حاصل الضرب النقطي هذا في الصورة التالية لديكم المشتقتان الجزئيتان لـ F بالنسبة إلى X وF بالنسبة إلى Y وعليكم إيجاد قيمة كل منها عند X0 الغامق كما تشاهدون والآن اكتبوا هنا إشارة الضرب النقطي ثم اكتبوا الحد الثاني وفيه العنصر الأول وهو X-X0 وY-X0 وهو العنصر الثاني لاحظوا أنه بإمكانكم كتابة هذه الصيغة بشكل مختصر ذلك لأن المتجه الأول الذي يحتوي على المشتقات الجزئية يمثل تدرج F عند نقطة الإدخال والتي يمثلها X0 الغامق أما المتجه الثاني فيعبر عن ناتج طرح X غامق من X0 غامق أي X غامق متجه نقطة الإدخال ناقص X0 غامق الثابت كما ترون هذه الصيغة مختصرة ويمكن استخدامها حتى لو كانت الدالة تحتوي على عدد كبير جدا من المتغيرات لاحظوا أيضا أن هذه الصيغة توضح كيف تبدو الخطية باستخدام المتجهات أو في صورة متجه إذ أن حاصل الضرب النقطي يخبركم أن جميع عناصر المتجه X غامق مضروبة في قيمة ثابتة فقط بعد تبسيط أول حدين من الدالة يبقى عليكم إضافة الحد الأخير والذي يمثل قيمة الدالة نفسها عند نقطة الإدخال الثابت X0 بهذه الطريقة يمكنكم الاعتبار أن هذا الحد هو الحد الثابت وباقي الحدود هنا تمثل الحد الخطي وهذه الصيغة هي الصيغة المستخدمة لإيجاد التقريب الخطي المحلي لدالة ما لاحظوا أن المكان الوحيد الذي تظهر فيه المتغيرات هو هذا المتجه هنا فكما تعلمون عند حسابكم للدالة F عند مدخل معين فالجواب هو قيمة ثابتة وكذلك الحال عند حساب التدرج عند ذلك المدخل كما عليكم طرح ذلك المدخل وهو نفسه قيمة ثابتة من المتغير X أي بمعنى آخر هذا هو المكان الوحيد الذي يحتوي على قيمة متغيرة يمكن اعتبار الدالة التي حصلتم عليها الآن أبسط من الدالة F الأصلية كما يمكن القول أن حل هذه الدالة سيكون أسرع وأبسط يمكن استخدام هذا النوع من الدوال عند التعامل مع دوال معقدة أو إن أردتم كتابة برنامج معين وبهذا ينتهي الدرس